رح نكمل اليوم نحكي عن السنجلاريتي السنجلاريتي إذا كان مر بالسنجلاريتي أو قريب من السنجلاريتي حتى يكمل الباث تبعه السرعات لازم تصير انفينيتي إذا أت أت السنجلاريتي حتى يكمل الباث تبعه يعني أت السنجلاريتي أو وين موين ثرو السنجلاريتي خلانا نحكيها بشكل أدب The joint speed speeds approach أو بسير برمو بشكل أدب هاي المشكلة هلا السبب انه التعبير اللي منستعمله انه the robotic arm degenerates degenerates في اللغة ايش معناها؟ نقول عن واحد degenerate مثلا حاشاكم منتو اللي هاي degenerates منحط بنزل اللي بصير في الروبوتيك ارما بتنزل one or more degree of freedom عند النقطة هاي هلا طلعهم لو طلعنا على هاي الحالة هلا إذا إحنا بععدنا عن السنجلاريتي السنجلاريتي موقعهم هون لما هاي الزاوية اللي هي الاليفيشن تصير تسعين درجة إذا كني بقيسها عمالي من هون لما هاي الاليفيشن تكون نهايه بهذا الاتجاه we've lost one degree of freedom هلا ننسى الorientation خلينا نركز على ال x وال y وال z إذا أنا بدي أحقف x وال y وال z مثلا هون بهاي النقطة لما إحنا موجودين هون أنا بادر أحرك بهذا الاتجاه وبادر أحرك بهذا الاتجاه نظبوط فعندي بادر أغير الثنين فعندي two degrees of freedom بالحال هاي عندي هون degree of freedom وهيك degree of freedom هلا مشكلتي لما بطلع عند النقطة هاي خسرت one degree of freedom لأنه صار ايش ما حركت من تحت من هون ما بصير شيش لأنه هذا بس هيك بتحرك اوكي I lost one degree of freedom ال degree of freedom الوحيد اللي ضلت لي هي ايش اللي فعلا بتحقق شيء بتغير شيء هي هاي عند هاي النقطة ولذلك ما بنقدر نقول انه هاي الروبوتيك arm فيها هي singularity ايش بقول عند ال position هذا في هاي الروبوتيك اوكي هلا المشكلة بتصير لما انا بحاول اعمل path يمر في هاي فلو انا بدي اعمل path معين يمر مثلا من نقطة هون فرضا وبيدي اروح مثلا على مكان تاني وعمالي بمر بالsingularity عندي السingularity راح تصير السرعة تهالي جدا لان راح يصير راح يطلع هذا هون راح يضطر هذا يلف بسرعة هائلة جدا بسرعة بهائلة جدا حتى يمكنني اني ارد انزل مرة تانية فهون احنا بتخسر one or more degree of freedom نفس المثال بنشوفه في حالة بوما 560 طلعنا عن بوما 560 نطلع على اخر ثري فريمز اذا متذكرين اخر ثري فريمز عندي واحد منهم بهذا الشكل هاي زت فور وين زت فور هاي زت فور هون واذا اطلعنا هون هاي زت فور فزت فور بسمحلي اني اتحرك بهذا الاتجاه اذا طلعنا على زت سكس زت سكس كمان بيخلي او التون هتتحرك بهذا الاتجاه اذا لما تكون ثيتا فايف زيرو في حالة معينة رح تكون فيها ثيتا فايف زيرو بكون زت سكس وزت فور ايش نفسهم ففي اللحظة اللي ثيتا فايف فيها زيرو يعني هذا منقبق على هذا ثيتا سكس اكس زت سكس وزت فور بنفس الاتجاه معناها اذا هل انا تغيير زت فور عفوا ثيتا فور او ثيتا سكس بحقق اشياء مختلف ولا بحقق نفس الشيء بطلت استفيد انا بطلت استفيد من وجود انه عندي انا زت فور يعني ثيتا فور هون وثيتا سكس لانه ثيتا فور وثيتا سكس شو صارو؟ ثم نفس فانا خسرت يعني خسرت كأني ثيتا فور خسرت الرابعة او السادسة هاي امتى بتسير بس؟ بالحالة اللي بتكون فيها ثيتا فايف زيرو في اي لحظة في اي فوزيشن انا بتحركوا اذا اضطريت اني اوصل انها تسير ثيتا فايف صغيرة شدا قريبة شدا للزيرو انا بديت اه فهاي انه مال يبا امر في بهاي اللحظة منزل من بهاي اللحظة بس هي عندي اذا بدي امر في هذا الباث تحطر ارفع السرعات بشكل عالي جدا فيه سرعة من السرعات ثيتا فور مثلا او ثيتا سكس بدي ترتفع السرعة بشكل كبير حتى قدر اني امر بهاي السنجلاري خصوصا اذا انا اعمل كارتيجان سبيس بلانيك بتذكرين كارتيجان سبيس بلانيك ايش بشبرني بشبرني اني امر في نقطة ما بيسأل ممكن يتجنب السنجلاريتي وهلا رح نشوف مثال عليهم هلا المشكلة انا احيانا مضطرة الكارتيجان سبيس بلانيك بدي امر بالنقطة هاي وانا مش منتبهنها قريبة من السنجلاريتي طرح يصير عندي رح يلاقي الروبوت فجأة وصل على النقطة معينة وتحرك بسرعة عادية رح حاول نشوف هلا الفيديو عليها اذا تعريف السنجلاريتي